والحمد لله رب العالمين والمناحضة اللي ولد دايما إن شاء الله تبارك وتعالى لا ينقش من سلي كثر بإززاب هذا عبد الله أو اللا كده لك أيوانه الدعوة دائما طب الله يعفوه أنه الله يستخدم الله يحدي هم اللي دايما يقول هذا الموغش يقول ما أعدي لا يحديكم حاولوا عن الواحد سيدني بصلاحك يقول لقد قصمت ظهر أخي حينما مدح رجل رجلا بحظرة الحبيب صلوا على الحبيب قالوا لإنك قد قصمت ظهره وحتى يطحر النبي ويريد الإصلاح للمجتمع يطحر المجتمع من الزبونية والوصولية كان يقول لكل من يمدح الناس على الملأ احتوا في وجوه المداحين الترى الله المسألة الثانية موضوع الشباب والهوية افتتحت إن شاء الله تعالى هذه السلسلة بمحاضرة بالأمس بمدينة مفنيدق وهذا يعني إن شاء الله الموضوع الثاني فيها بإذن الله ولا شك إن شاء الله تعالى أن نتحاور معكم أنا منذر لمحاضرة أنا إن شاء الله هضروا مع بعض مع بعض إن شاء الله فقلت بإذن الله تعالى مش مهي الهوية بالنسبة لكم ما معنى الهوية ما معنى الهوية ما معنى الهوية ما معنى الهوية الأصل والنسب زين إذن ما الهوية هي ما يميزك عن غيرك حينما تريد أن تعرف بنفسك هو ما يميزك عن الناس باش لعرفك أنت شكور منينتا فين تسكن إذن وش حن البعد فيه البعد اللول وسموه البعد الموه اللول مقوّمات الهوية البعد اللول وسموه البعد اللول وسموه هو البعد البعد اللول وسموه باش لتتميز على الناس البشر كين بزاف في العالم الحاجة اللولة الجغرافية الجغرافية مورا قبل بجغرافية وسموه وسموه اليولا ها الهوية الثقافية الفكرية العقدية الدينية كين مسلم زين وسموه كين يهودي كين نصراني كين بوذي كين لي عبد البقرة كين لي عبد الحمار كين لي عبد الواد كين لي عبد الجبل كين لي عبد ربي كين لي عبد الهوى تعيس عبد الديناري تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الشهوة تعيس عبد المرأة تعيس عبد الخميصة العباد ديال الدنيا بينيه احنا مشي منهم اصيدي لسنا منهم من كان يريد الحاة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر اخدموا لما تخدمش يبطل الله عملك في السياسة في الاقتصاد في كل شيء إذا كان قولك حركتك سكونك إنما تريد بها الدنيا فبئس العبد أنت أنت عبد الدنيا وإذا ميت ماتت دنياك وكل ميت يوم القيامة يتبع أمه فإن كنت ملتصقا في الدنيا في الدنيا بالدنيا فإن الدنيا تموت ويوم القيامة لن تجدها فتبحث عنها يوم القيامة فلا تجد إلا الآخرة وتجد أمك ماتت فيهبى أبك على رأس أمك في أمك النار الله خسارة كبرى ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم خسروا أنفسهم وأهليهم فقر يوم القيامة زين ألا ذلك هو الخسران المبين لا إله إلا الله يلا الحسرة يلا الندام إذن المسألة اللي هو لدي الهوية واسمه هي الدين المسألة الثانية لك يسموها الدين واسموها هوية الثقافية الفكرية يسموها بزار العقدية الإيمانية نسألة فين واسموها إن شاء الله ما يميز الهوية تعني واسموها مرد واسموها ما تعبر به على الدين وهو اللسان لساننا طريقنا إلى ترسيخ الهوية وأي عبد في الأمة يحارب لغتنا فهو يريد أن يكفى صلتنا بمصدرين وحي منزل بنغة القرآن وهي حملة مصهورة في المغرب لا حبا في الأمازيغية ولا في الدارجة ولكن للتمكين للفرنكفونية وليست للفرنسية كلغة وإنما يريدك أن تأخذ الفرنسية بحمولتها الحضارية واللغة الإنجليزية بحمولتها الحضارية وإلا فإن الإسلام يشجعك على تعلم اللغات بما أن الإسلام عالمي وإلا الله ما بعث من رسول إلا بلسان قومه ولما كانت الأقوام كلها تحتاج إلى الإسلام فوجب على المسلمين أن يتعلموا كل اللغات لكي يأمنوا شر تلك الأقوام ولكي تكون وسيلة للتواصل مع غير العرضي لتبليغهم الدين قال تعالى في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له هذه الثالث حرب مستعرة على لغة الضعط بل حروب مفتعلة يفتعلها كثير مننا من المشي للريف نصيب كل شريافة والأمازيغيين يحبون الإسلام والعربية والريفية ويعتبرون تنوع اللغات آية من آيات الله بل إن الأمازيغ هم أكثر من خدم اللغة العربية من علماء السوس والريف مختار السوسي عبد الخالق الطريس وعلماء عبد الكريم الخطاب يحيدون للمذرب حربا للهوية لتفتيت الأمة على أساس العرق أو اللغة أو الدين أو المذهب كما ورد في ورقة وزعت أخيرا على الأمم المتحدة لعقادة الدول العربية والإسلامية لمزيد تفتيت المفتت وتجزيء المجزة بعد نجاح ما يسمى بمؤتمر سيكسبيغو الذي قام لتكسيم تركة الرجل المريضة الخلافة العثمانية بعد إسقاط الخليفة جامع المسلمين تحت راية الإيمان في هوية واحدة في 24 تسعمية وألف الثالث الثالث الدين واللغة زيد ثلاثة وسط زيد أخوي صفير ماذا كنت قلت وهك بالله؟ الجغرافية الجغرافية للمغرب وللمسلمين دارا فلهذا الدين دار تسمى دار الإسلام ترفع فيها المآذر ويؤذن فيها الآذان المجلجل للسباع أما الدول الأخرى غير المسلمة حتى ولو وجد المسلمون ممنوعون أبدا من أن يرفع الآذان خارج أسوار المسجد فيظل لهؤلاء المسلمين في بلدان علمانية رغم الدعاء العلمانية أنها محايدة مع الأديان إلا أنها تتدخل لمنع المسلمين المسلمة من ارتداء الحجاب المسلمة من ارتداء النقاب المسلمين من الصلاة فيما يسمى الشوارع من رفع الصوامع كما صوت مجلس النواب في سويسرا وحكذا انتوا بركوا تعالى هكذا هكذا نصد يحنا الحمد لله توذن ويسمعوا كل شيء الحمد لله في بلد المسلمين لا إله إيضا الله قيل وحدة واحدة النهار في المغرب كانت في الحكومة قتلهم أود الله رحمها لديكم في مرة كشرها الأذان كيرب بجلس سويا عليها خرجوني بالخطبة بلد المسلم هذا جغرافي وشويتون احتف بلد من السلمين المغرب والجزيرة وتولس وليبيا ومصر والسودان ما نقدرش الله يحفظوا الاشترن واذنون ديروا الدرس وشعبت الله احنا جغرافيتنا جغرافية بلد مسلم أتحرك في البلد بصعوبة في بلد المسلم ولا تعطى للترخيص من أجل أن أخاطب أبناء بلدي فيما يهم هويتهم وثوابت الأمة لكي أجمع الناس على بوتقة واحدة لكي يكون الصف الداخلي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا من يقف ضد من يعمل لتثبيت الصف البال من 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 فليخرج للعالم ويقول أنا أو فليعطينا التبريل لماذا تتعاملون مع الناس بالزواجية هل هنالك مواطنون من الدرجة الأولى يفتح لهم الإعلام وتفتح لهم هذه القاعات ويفرز لهم السجاد الأحمر وآخرون مواطنون من الدرجة السفلة ويقولوا أجل ما أرى وما بعد نتعامل نجيبوها إن شاء الله بالترتيب إن شاء الله والرابعة واسموية ها العمر 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 ها واسموه واسمو الرابعة الواشي قولواها لي الله يرحم مولدكم دعونا نفوتوا ها ها واسموه والله ما اسمعت الجنسية 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 راح نقول لها إن شاء الله جنسية بالسلم إن شاء الله ها التقاليد وكذا وكذا كيف سميوها كيف سأذيك الثقافة في اللون كيف سميوها التاريخ فأمة محمد لها تاريخ هجريك هو الذي يؤرخ لأحداثها الهجرة التي نقلت المسلمين من حالة الضعف إلى حالة فيها القوة ومن حالة الدعوة إلى حالة الدعوة ومن حالة الاستكان إلى حالة التمكين والوجود غيرت مجرى التاريخ الهجرة والمسلمون لا يعرفون الشهور القمرية وإنما يربطون أحداث التاريخ بالسنة الميلادية بل تجدهم عياذا بالله يحتفلون في رأس السنة الميلادية يحتفلون كما يحتفل النصارى وكذابت هويتهم واتبعوهم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى حينما دخل هذا الجحن الضب دخلوه وإني كلما ذكرت هذا الأمر أذكر لكم حادثة وقتعت هذا العام رجل في الستينات بمدينة وجدة احتفل هذا العام في فندق على طريقة النصارى في ليلة رأس ميلاد السنة وهو يشرب الخمر ويحمل في جيوبه ما يسمى بالفياغرة لكي يقوم بعد شرب الخمر للاعتداء على عراض نسائنا فمات في تلك الليلة قبل بزوغ رأس العام الميلادي فوجدوا الخمر ووجدوا في جيبه عياذا بالله الأقراس التي تقوي شبقه الجنسي لكي يقوم بإساحة ماء حرام في مراحيض بشرية تمشي على الأرض لو كان مسلما لعظم حرمات العرض الذي يعظمه الإسلام الله 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 أي عار يجربه أمثال هؤلاء لأولادهم ولنسائهم السعيد من يطعذ بغيره لو ذهب أحدكم إلى مدن عربية وأخرى غربية في تلك الأيام لما استطاع أن يميز بين مدينة تقع في جغرافية عربية ومدينة توقع في جغرافية أوروبية بل إننا نافسناهم في هذا واتبعناهم يا سبحان الله في كل ما يحط من قدر الإنسانية وإن المسلم والإسلام يدعوك لكي تنفتح على الناس وهي من الحكمة التي إن وجدها المسلم فهو أحق بها والحكمة تقتضي أن تأخذ من تلك الحرارة من الوسائل ما تقوي به نهضتك وأن تترك ما يضرك ويضر هويتك إن المسلمين أصبحوا لا يبصرون رمي صم يخذون من الحضارة الغربية ما يدحرهم ويتركون ما يقويهم يتركون العلم والتكنولوجيا يتركون طريقة تداول السلطة بالديمقراطية دون إراقة الدماء ثم يعمدون إلى أخذ الخمرة والعري والتبرج والليالي الحمراء في مدننا كلهم حتى أصبح المغرب يعرف في العالم بأنه قبلة ليس فقط للزنا بل للشواذ بل لكل مكبوت يريد أن يفرض إرادته على هوية الأمة من الداخل وحد يقول له بغيناه بسم الله بسم الله بغيناه للفتروف رمضان عائلانية واحد يسمي يقول واحد يقول له إحدى الشواذ إخسنان تحتارموننا لمويولات الجنسية ديهننا واعترفوننا قانونياً واحد يقول إخسنان دينا مظاهرة أحد البرلمان لمهرجان تقبيل الشباب الشابات زد احتجاجاً على قبلة التلميذين في النظور وخذ سك تحتارمون مسيديه واللي نوضيبوا اللهم إن هذا منكر هو إرهابي ظلامي واسمه بغوارده المغرب بغوارده مخور لا النغرب بلد المسلم لا نسمح على الجسر هنا لا نسمح لا ربي أعزنا بالإسلام ما نقول له وش بهاين ما نقول له وش بهاين شبابنا شباب متدين مؤمن يخاف الله شببنا فطرته سليمة شببنا يحب الدين حتى ولو اعترد فطرته لوعاً من الغفلة وهو ضحية للإعلام الفاسد وضحية للتربية المنقوصة وللجهل الذي يعتني الآباء ورجال التربية والإعلام والتعليم لا لا من كيف نحن تاريخنا عمنا وعندنا نهار جمعة أمنا معرفة في الجمعة ليهود عندهم السبت والحد نحن نجمع أخذ دليل والسبت الريض والكون يجيه والحد ويدير لك الامتحان نهار جمع الفلاش ونص لا قرار فدول ولا فداثة ولا لأربع ولا لأخذو كين السبت وكين الحد وكين لأثنين وكين ثلاثة وكين لأربع وكين لأخذو والجمعة اللي قل فيها رب ميزنا بها يا أيها الذين آمنوا إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وجعل الله تلك الساعة كل ما يقع فيها من الأعمال مردود عليك لأن الساعة ساعة تتوجه المسلمين إلى رب في بيوت الله والله ينزل ملائكة عند أفواه المساجد يكتبون القادم الأول فالأول وأنتم تعرفون أن الذي يحضر أولا يعطيه الله أجر من تصدق ببدن والثاني بقرة والثاني ذكبشا والرابع دجاجة والخامس ضيضة فحتى إذا صعد الإمام إلى المنبر طوعت الملائكة استجلات وراحت إلى الإمام الخطيب لتكتب الخطبة فترفع الملائكة يوم الجمعة تقريرا ومحضرا يحتوي على الخطبة وجميع من دخل المسجد قبل صعود الإمام إلى المنبر نهار كبير هلا نهار كبير وإحنا الجمعة عن 12 ونصف الطاليب عندهم امتيحان واللي دابد أن تكون هو الأستاذ الدكتور عيرود بن عبيشا عربي ماشي جون ماشي ببول ماشي ببول ماشي إليزابيت ماشي مجدونين ماشي صابرين ماشي أسفرين ماشي ماشي لين ماشي كونه الدكتورة حياة البعلوشي يا سبحان الله مع فتق حج الجمع في هالسوق على كل حال هذا تنطيط فقط وإلا فقد ذكرت في البداية مقومات زي الهوية أربعة كانوا الدين واللسال والجغرافية والتاريخ هاة هاة هلا يحصل على المشياء، يحصل على المشياء يحصل على المشياء لديكم هذه القصة وهذه القصة الغرابة قتلوا عن المشياء لأحجلة هل تقول هذا؟ لا، قررتها في البتداء نحن كنا نقرأهم من أننا كانت يديرنا القراءة أحمد بوكم أخي، الله يرحمه قال لك سيدة الحجلة عندها وشياء ضريفة كي يحاولوا يتمشيوا بحال هذو كلك يكونوا في غروف الأزياء لأن ملكة جمل الحمير ملكة جمل بحب الملوك ملكة جمل البقر ملكة جمل الجمال لا تنشيش لشياء قال لك الغرابة واحدة النهارة وشكتبوا عن المشياء قالوا يا الله نحاول نقلد نقلد المشياء دي اللي حجيها إيواء هو ركتبوا عنده الرجلين فرطحين هي عندها ضريفة قلت وسده هو عندها، جاي يدير هات الرجلين حصلوا في اللل قيل الثقيل وكحن وما يضحكش وما كشل يشوف به أبقى ينعفر تبنى شافوا الناس قلت ضحكوا عليه قالوا ودي الغرابة واحدة قالوا ما سميت غرابة إلا لغرابة ما أفعل قال يقولك المغريب لا تشتغريب الحاصيم قالوا لو اديرها هذه كفستها قاع أراك ما تكونش بحال الحجلة أقول لي الله يرحم موالديك لمشيتك بغير يقول لي أمنين أقول لا ودالهاك راك اللير هات المشية اللي راك يتمشنيه فلا هو حافظ على مشيته ولا هو استطاع أن يقلد مشية الحجلة أنا شي ديان كلكشين بس قدك يواتيك أنت مسلم وأنت مسلمة أنت مسلم بحال الرومية وتعيش بحالهم والتقاليد بحالهم والتعريب بحالهم وتمشيوا المرجان ولا تمشيوا أحتى مرجان ما بقىش فيه الشراب وتمشي حتى انتما تمشيوا تسوقوا ذلك الأسواق اللي فيها الشراب والمرا بالحجاب تحاول الراجل ودافعين هما بزود الكروسة ونفوتوا على ديال الشراب ويديوا حتى وما كيما كيف يفدروا وبيضافر أعبط الله هذو كسرانهم والأولاد معهم يقولوا اجيب عمستين جبال جبال ودخل عند المسلم وتحل فريجي ديال وسبوه تصير وسبوه تصير تصير الشراب وكتشو برام كان بررامة الله يجزين ويجزين ويجزين ناقشنا في القضية ديال الضريبة وش يزيدو غفر الروج ولا في الاخرى تعل غيرها وش يزيدو ديال الفقارة وش يزيدو ديال الفقارة ودخلت المعارضة وقتل محشور ما عليكم ما تزيدوش تعل الفقارة خليوا الفقارة ان شاء الله يغيبوا كاملين يسكروا باش تتوعد خليهم الله يرحمه لكم ما تخصى الله هم جمع وعلاش انا كنت صفقوا واش فتحنا القدس ولا هنقولوا غيش اللي كاي حبك عشي حاجة كبيرة ولا تسبوه ولها صعبة شوف يا حبيبي شوف لا اله الا الله محمد رسول الله صلوا على حبيبي رسول الله الحاظر منكم عليه ان يطيب المجلس بصدق بصدق الصلاة عليه يصل اللي بقلبه صلى الله على حبيبينا محمد صلى الله اذا فلا بد للمسلم والمسلمة زيد باش يكون ان شاء الله مستقل في الهوية دياله وما متبعش الاخرين هوا واسم واخسوا يكون واسم واخسوا يكون اخسوا اولا يكون عارف ها شي ديالهوية ثانيا زيد ثانيا واسم يكون عارف والثانيا واسم يكون يكون معتز بهوية قال رسول الله لا تكن امعه غتبع تقول ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اشيء لا لا وطن نفسك ان احسن الناس ان تحسن وان اساء الناس ان تجدنب الاساء لانك ستلقى الله وحدك ويحاسبك وحدك ولست مسؤول الا عن اعمالك ولا تزر وازرة وزر اخرى ولقد جيتمون فرابا كما خلقناكم اول مرة ان كل من في السماوات وارضي الله اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اته يوما قيامتي فردا لا تكن امعه هذه المسألة الثالثة لا تكن امعه والمسألة الثالثة الاول تعرف الثانية ما تكونش امعه والثالثة واسمه ما تجسيد مقومات الهوية واقعا في الارض لا شعارا نرفعه فنحن نحسن ورفع الشعارات انا لا الله يرحم والدك سيدة ربك يقول في القرآن في قضية التعدد الله يرحم والدين انتم مرها ربجتكم سيدة ربك يقول في قضية التعدد ها فلا تميلوا كل الميل فده قلت له ما بقتن عاش ما بقتن عاش والشيخ يقول لهم انتم واعلموا امين الله ودروا نحن نزع سبحان الله سبحان الله ما مقتن عاش بكلام الله سبحان الله سبحان الله فلابد من تجسيد ذلك بل اكثر من ذلك قبل التجسيد الاستثلام الكامل لمقومات الامة الإسلامية لأنها من الوحي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما التسليم أنا ما مقتن عاش ربي ربي ما مقتن عاش باش ليه هذا كلام كلام مهاركس ولا كلام رزاليكسنبول ولا كلام فريد ولا كلام الشيخ عبد الرحمن جيلاني هذا كلام ربي قال الله لايه؟ آية محكمة قطعية الورود قطعية الدلالة لا تحتمل إلا رأيا واحدة تناقش الله تناقش ربك في بلد دستوره الإسلام سبحان الله اسمح لي رسائل النبي إلى الملوك تكتسي صبغة الإرهاب هل تكتسي صبغة الإرهاب؟ أسلم تسلم وإلا فعلي كيثم العريسيين هذا إرهاب هذا؟ أسلم تسلم من عذاب الدنيا والآخرة؟ بلدنا هذا الشيء بلدنا 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 من إشهر على القمر للعيم هذا إعلان من إشهر على القمر هو إعلان وإشهر على القمر لدخول الوقت؟ ما هو الأذان؟ هذا أذان تعربي، وهذا أذان تعال الشيطان أذان الرحمن وآذان الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إن سهد السيد باشي قلنا أن الأذان تعال الشيطان مقصوده أن يمحو الأذان من التلفاز لا يجتمع يعني أبداً في قلب رجل مؤمن أذان لإشهار الخمار والقمار وآذان لإشهار الصلاة لكن هو عنده كيف كيف؟ بلاد مسلم إذن هذه الثلثة يطبقوا الرابع واصلوا إياه؟ أهتبلغا عن صدرك ودرت أنتم والشبيبا والحضور ديالكم هذا حركة أن تحرك به إلى الناس توعية وتعريفاً عريفاً وحشداً لطاقات المسلمين لكياعوا يتدبروا لا ينبغى أن يكونوا عياذاً بالله كالقطيع كل من في الأرض يسوقهم بعصاه لا أريد للشعب المغربي أن يصير كالقطيع يساق من قبله نسيطرين على إعلام نموله بأموالنا ويردون تغيير عياذاً بالله سلوكياتنا وأفكارنا من قبل أنا أريد إن شاء الله الآن بالمقوم الأول عرفنا الآن شكل هي المقومات وعرفنا إن شاء الله كيفية التعامل معها نعرفها نعرفها زي باس بخور نعرفها زي باس أمرك وش تتبعوا معي نعتزوا به هزي نعملوا به هزي وش تحنا دي عندنا أربعة دي اللي فعلت على الموضر عندنا أربعة دي المقومات وعدنا أربعة دي الواجبات تجاهها سميوها رباعيات شكول؟ هذو نبدي ألمها رباعيات 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 زي لهوية المغربية المغربية هم؟ الآن إن شاء الله تعالي تجيب اللي هو المقوم اللي هو الهوية والاسم هو؟ الدين الدين زين زين هو لمن جاء لمن 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 عالمي لنا لنا احنا لنا احنا في المغرب مثال لمن لمن جاء لمن جاء لي انا اولا كفرت ثانيا للمؤسسة ثانيا ثالثا للمجتمع رابعا للدولة خامسا للبشرية لانا قلت آلا للإسلام علي وما ارسلناك الا رحمة للعالم فالخطاب القرآني الالهي الرباني ان يكون تارة متوجها به الي كفرت يهك ويتوجه في بعض الاحيان الى المؤسسة لأسرة مثلا أسرة مؤسسة الإعلام مؤسسة الأسرة مؤسسة المسجد مؤسسة مؤسسة المجتمع المدني مؤسسة الحزب مؤسسة شبيبة الحزب مؤسسة والثالثة لمن للمجتمع تقول يقول لهم يا المجتمع احنا مسلم يا أيها الذي نزيد والراضح للدولة ونحكم بينهم بما أنزل الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحصل من الله حكما لقوم يوقيوه والخطاب الخامس للبشرية يا أيها الناس يا أيها الإنسان يا بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج بويكم من الجنة ينزر عليهما لباسوما ليريهما سوآته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم من حيث لا ترونهم الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح لنا ربك كدحا فملاقيك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدنك في أي صورة ما شاء ركبك الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وابتقوا الله الذي تستألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس هنا خلقناكم من ذكر وانثى واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لا إله إلا الله عالمية الإسلام الله ما أحلى كلام ربي تتنزل الملائكة بتلاواته الله وتنزل السكينة على القلوب بالاستماع إليه الله 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 لا بدين إن شاء الله الدين زيد الذي يخاطبه الفرد إذن عندنا الدين كهوية للفرد ثانيا الدين كهوية زيد للمؤسسة ثالثا الدين هوية لمن للمجتمع للدولة والخامس زيد الدين هوية لمن للبشرية كلها فهو هدف المسلمين وهدف إنزال الرسالة الخاتمة على يد النبي الخاتم التي تكفل الله بحفظها فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون تكفل الله بحفظه لكي تبقى محفوظة 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 لإقامة الشهادة على الخلق كله أنا أريد إن شاء الله اليوم ما عمل الدين كعنوان هوية للفرد المسلم قل الله أرحمه عنك الناس الناس إذاء الدين قل الناس إذاء الدين كده يريد سيقيه يعني ما كانش كأنم يماشي ما يعرفش ياك هذا كو الدين دح كل مولود يولد على الفطرة كل مولود أداة استغراق وقال أبو غير راوي الحديث وقرأوا إن شئتم قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم نحن لم ندخلوا المدارس الترضى وياك لكي نقول لي أساكذا أو معلمين أو لا يجيبوا لنا نظريات شغربيين يقول لك الله يخليكم من الأحسن والأفضل أنكم تخليوا الول لا تتوجهوه الواحد توجهوه خاص خليه يكبر بوحده حتى يعرف فين غدا يمشي يا سلام يا سلام باسمي غسبو العلمية زين ولمنعط المضوعية خليه يقول لك ليهود يربي ليهود والنصراني يربي النصراني واللي يعبد البقر يربي اللي يعبد البقر غير المسلم يقول لك عندك تأمره والإسلام كتبوا واحد السيد عندنا في الجريدة وقال لماذا نريد لأبنائنا أن ندرسهم مثل قوله تعالى ويلو لكله مزا فيلم سيد دعوة الأخيرة تعهد السيد المالك فهذا كنت يقول لتماس واسمه جلو واسمه جلو دير الدرجة في وصل العربية وزيد واحدث مواد التربية الإسلامية من التعليم الابتدائي يا سلام يا مم انتكي مجرئين بالصح أرادوا للجلد في المغرب ما يقلم سيد ولا جمع ما تبقاش تسمعوا آية واحدة تنسابه كالشهدي على لسان الصبي من الصبر ما كان مشكلة تدخلوا المدرسة ويقرروا هم خيرها ويديت صور إن شاء الله ويجر حتى هو التورطة وقال الحوانت هنا هي في قرسي حتى وما يجروا بوناني بالحمر وتمشيوا حتى وما يجروا التور بشروا التورطة فيها بوناني أمو فيزاني المسلمين ما يقتلوا في كل مكان وانتا وش كون ركي قتلهم هذا الناس موالين هذا العام هذا الناس بوناني انتحن مش إديانكم ديرين تور ويكريوا الكراسة فهذوك النهارات في المقال ويكشبش إن شاء الله تعالى يبلص خايفين البلصة صحرة باشتوا يحتافل شوف في الرحلة شوف في البلاد متاعنا شوف إذن فقضية الدين هي قضية الإنسان لأن الذي خلق الإنسان فطره وجبله على الدين فإن لم يتدي دين للذي خلقه يدين لمخلوق عدنا في الداخل في القلب ربي دير غرس هنا واحد شجران تعالى علاقات هنا لهيه هي الروح خلقنا بالطراب فنفخنا فيه من روحنا هذه الروح لنفقها الله وهي سبب تكريم الإنسان في الأرض إن سقيها وإطعامها يكون من غذاء من جنسها فإذا كانت الروح روح الله فلابد أن يكون طعامها وقوتها روح الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تعلم ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعل له نورا نهدي به من نجاة إن هذه الروح تجوع وإن طعامها هو روح الله القرآن كلام الله علاقة العبد بالله تكوية الصلة بالله خوف الله الرجاء في رحمة الله حب الله حب الآخرة معاني قلبية خفتت بل غابت من قلوب كثير من الناس إيوه وليه ما عندهش هذا الشيء ليه ما عندهش هذا عنده الدنيا وليه ما عندهش هذا الشيء وليه ما عندهش وليه ما عندهش وليه ما عندهش عندهش فيه في قلبه ومن ليهش تأتي البيئة وقلعاته سقطوا بش بالماء في الواد الحار كما مثلا وحد السيد عندهش يجنان ويسجيه بالماء في الواد الحار كيف يدخل بطاطا وذيك القرعة قداش ولكن يكنتها كونسر تعد الثدي تأتي البيئة تأتي البيئة شهدنا أنك أنت الرب الذي لا يستحق العبادة غيرك ولا اللجوء إليه غيرك ولا الرجاء في رحمته غيرك ولا التوكل إلا عليك سبحانك سبحانك إذن مع مسلمين ما يقول ما يقول ما يقول ما يقول ما يقول يفسد الدين ولكن يبقى الدين لكن يبقى الدين واسمه فاسد زين منحرف منحرف وإذاك هذا ما يخاف ربي يخاف شكور شكور يخاف يخاف كل شيء إلا الله يخاف كل شيء إلا الله يقول لي يقول لي في ذلك الخوف لأن هذا واسمه في طبيعا الإنسان بسي في خاف جي ظاهرة طبيعية كبيرة بسي في خاف سيدنا موسو خاف إننا نخاف أي فرط علينا أو يطغى فجاءت العاقدة فقال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرأ وماك لما أصدر بخاف لا تحزن إلا الله معنا ولو كان النظام الحاكم نظام يحارب في طرط الله في الأرض معنيك شما دمت مع الله رأى الله معك وإذاك تصيبوا أحد عدد أنت عن داس اللي عندهم الدين ديالهم الله يحفظ ويستر الدين ديالهم هو الهوى ديالهم ما فهم من يتخذ إله وهوى يعبد الدنيا يعبد كل شيء إذن ديالك ولذلك قال أحد الفلاسفة الغربيين إنك يمكنك أن لا تجد في أي قرية أو مدينة في الأرض مدرسة أو مخبزة لكنك لا يمكن أن تجد قرية أو مدينة ليس فيها معبد المعابد موجودة في كل القرى لأنها حاجة الإنسان الفطري الأولى وأنكم لا تجد يمكنك المصدر من اللي يكونوا في البحر زيد يسكروا ها ويلعبوا بحر في تركيا يسكروا ودير جات الموجة فجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فنادوا لأن نجيتنا من هذه لنكون النمي يا ربي يا ربي من كنت قبلة الإنسان ما يصلي ويصب ربي ويحارف الدين وكي مرضي يقول ها ربي مشي كنت علماني يا للاك مشي كنت انت تحارف لنا الدين يلا في المغرب حتى يقول تعالى فراش وصرحت وحتى حلش ما ما تمكمش وقفت ها ربي يا للاك واش كنت تدير ولا ما شدي يواستفى داخل الدرسالك السعيد من اضطعر بغيره إذن فالنقطة الأولى أن الدين زيد ففرة الله في كل خلقه إما أن نسقيها بماء الحياة أي بقوتها الحقيقي روح الله فتنمو وتتقوى وبذلك يصبح ذاهوية متميزة قوامها أن العبد هذا يمشي بالطين على الطين وروحه بيد الله يعامل الله في خلقه ولا يعامل الخلق في الله الله أكبر بغير يكون في السياسة شوف إذا وصل هالقاعدة بغير يكون في السياسة ولا في الاقتصاد ولا ما يهمناش إذا كان العبد يمشي على الأرض بالطين بالجسد وقلبه بين يدي ربه يراقبه في كلامه إذا تكلم يراعي الله في سلوكه يراعي الله في الأمانات التي حملها يراعي الله تعالى في حله وترحاله فهذا ما يريد الإسلام تربيته وإذا ربينا هذا النوع من الناس فالتهنئ الأمة فقد وضعت الأقدام على السكة الحقيقية للمهضة وللتمكين وللخلق كل وللصلاح والإصلاح الإصلاح والصلاح يبدأ بمسألة استرجاع أصل هويتنا المتمثلة في تقوية صلة العبد بالله باش بسقي الفطرة التي فطرنا الله بها فطرة التوحيد والإيمان باش بماء الحياة وماء الحياة هلو اسمه هو؟ الوحي المنزل من السماء الذي شبهه الله بالماء الذي ينزل على الأرض الجرداء فتنبت الكلاء الأخضر الكثير وكذاك القلوب الجرداء بالإيمان إذا نزل عليها قطرات الوحي فإن القلوب تحيا بالوحي كما تحيا الأرض القاحلة بالماء الله 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 الآن إن شاء الله من يعرفنا هذه المسألة الفكرة اللولة نمشي إن شاء الله الآن لمم لمم الآن فرض ومع زين الدين معلقته مع الدين كيف يصوغها إذن هم نقطة الرابعة الله يخبرك النقطة الرابعة كيف يصوغ المسلم علاقته بأشت الهوية الدين كيف يصوغها إلا الوحش كيف يصوغها كي القالب قالب يخصي يكون قالب من صمم علاش علامة عليك انت عليك انت مصمم عليك انت بشيواتيك ها كيف نصوغ هوية المسلم مع الدين كيفاش الدين بالنسبة لي أنا واسمه هو زين زين دخول الدين بالنسبة لي أنا واسمه بالنسبة لي واسمه هو العقيدة والعبادة والأخلاق والمؤامل لكن بالنسبة لي يعني هاتش اللي قلت العقيدة والعبادات واسمه هي بنسبة إليان واسمني الدين واسمه هو هو الكتالوج المنهج اسمه المرجعية لأن الذي يخدم ويصنع التلفزيون يجعله كتالوج كيف يشتغل ولذلك إذا تخصلك التلفزيون تمشي تديه القزار عدله قد قد قلوه الله يرحم موالدك هذا التلفزيون هتخصر عدله عنده غير مقدة واش غد يمشي بالمقدة يحلون إذا أدته اللي خدمه غد يغريده يقول له يحلوا يقول لي يخدم لأن اللي يخدمه هو اللي يعرف كي يدير يشتغل اسمه ويقول كلاه يخلقوا الله من الذي يعرف كيف يشتغل هذا المخلوق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا لله الخلق والمر الذي خلق هو الذي يأمر من خلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجى الذي فطرني وخلقني هو المستحق للعبادة هل هو اسمه يا اللولة واسمه يا الحاجة اللولة واسمه يا الدين بالنسبة لي واسمه مقبل من هذا واسمه مرجعية ما معنى مرجعية؟ أرجع إليه زيد في استقاء واسمه العقيدة الصحيحة زيد والثقافة الصحيحة زيد والفكرة الصحيحة انت على الرأس زيد والقلب استقي منه واسمه الإيمان الصحيح العاطفة الصحيحة الشعور الصحيح المحبة الصحيحة التوكل الصحيح الخوف الصحيح الرجاء الصحيح زيد والجسد استقي من مرجعية القرآن واسمه زيد علاقة هذا زيد الجوارح مع الله في علاقة العمودية واسمه كيف مع الله في العمودية؟ واسمه كيف تسمى؟ العبادات تعرف العبادات ومع الناس واسمه؟ المعاملات إذن في المرجعية واسمه تحدد لي أنا كإنسان هوية الإسلام في بعدها المرجعية واسمه تحدد لي تحدد لي واسمه؟ زيد نوعة نوعة ما يحشر في الرأس من أفكار وعقائت فإذا أخطأ المسلمون في حشر العقول بفكر غير مستمد من المرجعية أو مستمد محرفاً من المرجعية يقع الفتنة في الأرض ويصبح المسلم عبد الله وليد عم قادر يكتب في الجورمانات نريد فصل الدين عن الحياة ؟ فأتي لن تسمع به الضوء هذه كيف سنوعة؟ كيف سنوعة؟ كيف سنوعة؟ كيف سنوعة؟ أي كيف سنوعة؟ الغزو الغزو الفكري النفسي وهو أخطر من الاستعمار العسكري لأن الاستعمار العسكري يزول بإزالة العسكر ولكن الغزو الفكري يظل في رؤوس أبناء البلد المستعمر حتى بعد خروج المستعمر وهو أخطر فهمتوني الوارسين واربتوني فهمتوني مازل مازل إذن يحدد هذي ثم يحدد ماذا هالفكرة ويحدد ماذا نوع نوع العواطف التي تمنع قلب المؤمن المحبة في الله البغض في الله التود في الله مضبوطة باشر بمنهاج مستمد من مرجعية للقرآن ثم يضبط علاقة الفرد بالله لعبادات وعلاقة العبد باشر بالبيئة كلها الإنسان مسلم وكافر مقاتل ومسالم أسير وحر في كل الاتجاهات ثم مع البهائم مع الحاوالات مع البيئة فهو منهاج متكامل بالنسبة للإنسان يتحرك وفق توجيهات المرجعية في الأرض بناء على توجيهات مرجعية العليا الله هو رسوله نقوله دائما قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله هذه ما بغوهاش قالك في المرلمان كثرته علينا قال الله قال عمر الخطاب الله يرحم والديكم على ما تقولوا قال عمر الخطاب قال رب بجيتهم وصلت قال الله حتى البرلمان يا رطيف كلما قال ما نقوله قال الله قال الله يقوله أغير فقاذ المقابر أجب قال الله للبرلمان يا سبحان الله ما بغوهاش ولذلك لما كثيروا المسلمين قال الله في البرلمان قال للي عمره ما قرأ القرآن حتى هو يقول قال الله سعيقلبها كما قال لواحد واحد مصرية قال قال الله تعالى في جنود المصريين كنتم خير أجناد الله في الأرض قال الله أولي دي مني جبتها بنت الناس واحد قال له قال الله تعالى طلع البدر علينا من ثنيات الوداح وقال له ذلك الموذيان صدق الله العظيم كانت واحد لحل انتخابي كان يديرها واحد عندهم فلوس كثيرا وجمع واحد مجموعة انت على الناس وبقى يتكلم لهم بازعما غادي يديروا غادي يديروا قال لهم غادي يديروا واحد واشو يقول صدق الله العظيم ياو جري هذا غير حدرته أرضو رب في المناصر لأنك الكلاب كثيرا الناس جاء عطا عشر آلف عشر آلف وقا عطا خمسينان يتكلم يقوله صدق الله العظيم حاودي حشم شوية راغيب نادم هذا مجل بأي ألوان حقيد فش قول ما هلا حقيد فش هاكذا المزدين اذا نبديو ان شاء الله بالراس نبديو الهوية الدينية في تشكيلي ايه وزير؟ هويتنا الفكرية العقدية الثقافية أصبروا معنا على الحقاش هذه لغا تكون سلسلة نبديو ان شاء الله بالراس هذا الراس واسمه فيه في 16 مليار خلية كما يقول العلمان تعال مخ وإن الخلايا الوحيدة التي إذا ماتت لا تعوض هي خلايا المخ كل خلايا الجسد إذا ماتت تعوض إلا خلايا المخ إذا ماتت يصاب الإنسان بالظائمة قال العلماء ولذلك فإن الله صمم هذا العقل وفق توجيه القرآن فمن ملأ رأسه بالقرآن وفهمه وعمل به لن تموت خلية في مخه ما أحياه الله ربي 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 أنا واحد من أمريكاني سلم شتو في التليفزيون في القناة المغربية قالوا لله يرحم لك الوالدين أنت يا جيت من أمريكان وشت قررت أولادك من أمريكان وقررت أولادك في موريطانيا في الخيام قررت من العربية والقرآن وخلت أمريكان والحضارة وخلت التكنولوجيا قالوا التكنولوجيا سهلة والتاريخ نقدر نقره له في ساعة والجغرافية نقدر نقره له في ساعة لكن الله شوفوا المريكاني اللي يفهم شوف لكن الله خلق الذي خلق العقل هو الذي أنزل للعقل منهاجا فإذا صممنا العقل وفق توجيه المنهاج اشتغل العقل بكل طاقته وإذا لم نشغله بالطاقة التي جعلها الله طاقة تشغيل العقل فشغلناه كما إذا كما إذا شغلنا مثلا ديازال بالماء لا تخدمش ما تخدمش تحش ما تخدمش ما تخدمش ولذلك شغل بس ما قال في القرآن الرحمن زيد علم القرآن زيد علش ذلك علم القرآن قبل ما يخلق الإنسان لماذا خلق المنهاج قبل خلق الإنسان علش لأن دائما لطيوري أضل براتيك والرؤية قبل تنزيلها إلى الأرض فلابد من منهاج يصوغ حياته هذا المخلوق قبل خلقه احنا نبديه نبديه نسميه والولد قبل ما يزيد ولا مات ولا العملية ما في محالة ولا ماتت قال لنا احنا المغاربة الله يجزيون بغير قال لك حتى يزيد ونسميه سعيد هو ما زل عده في الشورب ويقول الله يرحم ما يديك إلى الزاد وازل كيف يدير له خلقه يزيد هل يزيدك للجلة خلقه يزيد خلقه يزيد إذا نحنا عندنا المنهاج واللول أهمية المنهاج يا ابن آدم ولذلك أول ما أنزل على رسول الله واسمه يا زيد واسمه واسمه يا اقرأ زيد واسمه اقرأ واسمه باسم ربك زيد الذي خلق زيد خلق الإنسان زيد من علق زيد اقرأ وربك زيد الذي علم زيد علم الإنسان زيد واسمه فهمت بهذا الشيء اقرأ قراءة تكون باسم الله يطرعرع العلم في أحضان الإيمان زيد الذي خلق زيد ما معنى خلق انتهي خلق الناس من علق فأنت تتطور الآن في إحشاء أمك باشي عندك شيء دخلت فيها واش عندك شيء دخل واسمه أعطاك جعلهم السمعة والمصارة والفئدة هلاش باش يتعلموا لعلهم يشكرون فإذا كنت السمع ونرزع فإذا كنت قد نموت في إحشاء أمك بغير تدخل منك وخرجت من ظلمات الأرحام فإذا بالمولى يجعل لك من وسائل الاستمرار في الحياة زيد الماكلة واشتربوا لهوة واللغة لمهدها واش مخصفين تدير كما أن الجسد ينميه الله بالنعم فعليك أن تقرأ أنت لتنمية عقلك فإنك إن تركت البدن ينمو بفضل الله ولم تجاهد مما كلفك الله به بتنمية مخد فسيحدث خلل في توازن عنده الجسد كي الجنم والعقل زره نحن كان يقولوننا المعلمين الله يقدسهم وحوط الجنة اللي قضاونا أجسام البغاني وعقول العصافي كتشوفوا المسلم يدير الرياضة متاع الكمال الجسمان يدير 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 والعقل واسم عنده ويدي لها هو عريال مرعا مش يشوفوه هنا شوف فرم يشوفوه ما عنده عقل عنده الجسد صح والعقل خاول وليت محل القرغ يتفرجوا فيه اسم الفرق بينك وفي القرغ يجيبوه فلاكا يدير هذا عقل هذا لا حول ولا قوتين لا بالله المسلمة 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 جبها بوها الدير المسابقة في اختيار أجمل أصوات في أي في أي ضول وفي 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 ثياب ودخرجوا التنشطة تقول لك مخيم يره ليتبارك الله ويقول لها ابن عمي علامة كاملة صوت شحرور شحرور ومن بعد تلقى النجمة الكوكم القمراء الشمس يلاطفت هذه المغرب عمرو ويشوف الشمس ويهزوها الطفور طاقيا ويهزوها دين همشة ايمان همشة تعرات الملعونة اللي يشوفها وهو اللي يشوفها ملعون اكزم بالله الناظر والمنظور إلى العوارات ملعون ولو كان هناك شيء أقل لقلناه لا إله إذا الله محمد رسول الله فوجب علينا إذاً يا زين أن نبرمج العقل وفق مرجعية الإسلام وقرآن يالله يا سدي خرجوا معي العقول البكينة الله يرحم والدكم سنخرجوا الهوية الفكرية اللي يبغينا الله يرحم والدكم يالله كان في الأول اقرأ هناك لنت قلت وحلى عدد لنت عن الناس يقول لك واسمه لا تقرأ واسم تخرج أن لا تقرأ ما تقرأش ممونة تعرف ربي وربي يعرف ممونة واسم تلك أريد أن نسع لاك إن لي أريد أن يتعامل ما أن أسعدنا القرآن كنت أدرل هذه القرآن خليننا الله حمال لك واسمها لك كنت أدرم ذلك واسمها لك كنت هنااً القاعدة الفيزيائية قال عليه الطبيعة تأبى الفراخ قال الإمام الشافي رضي الله عنه لقد صحبت الصوفية زمنا طويلا فاستفدت منه إفادتين الأولى الوقت كالسيف إن لم تقطع فقطعك والثانية نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر لأن الطبيعة تأبى الفراخ الله إذن من ما تقرأ سبقا دخل هنا أفكار جاهلة أفكار قلي جاهلة أفكار منحطة كنسموها أفكار كنسموها أفكار جد ثقاف الشعبية وكنسموه الخرافة والشعوذة والسادة جاءت عندي قاتلي راني عندي إن شاء الله تعالى العشياء الرنضيفوا مع واحد سيدر ما نولدش قال لي أنت لق غير أنا وياك نكتب لك هنا وهنا فين تكتب لك هنا وهنا واش فوق الجلبة لقى كتلا السمق يوصل للحم قستانا قلت لها ما تحشي ميش يا الله واسمو يفعل الجهل حينما يفره من الحمول الفكرية الإسلامية من مرجعية القرآن من ما عرفتش بوسمك يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما شوف ماذا يفعل الجهل بالدين حتى ولو تعلم فيما يبدو للناس حتى ولو تعلم علما مفصولا عن اقرأ بسم الله اقرأ قرأوا السلام قرأ القرآن غير متصلة بالله الذي خلق بسم الله الذي خلق كتسمع الخوة بالعقل واسمو كتسمعه عقل الخوة الشبب اللي معمار نصب الخرافة زين ساهل في الموغت تده تده بغت دير واسم واسم بغت تردقنا بالموقوطة تردق وعلى عدد انتعالي الناس شراوهم بالفلوس وكلبوا عليهم وتفجروف الدر بضفص تجمعي منندروا دراسة صبوة مقاريين مغلو مستواهم التعليمي صفر 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 كيف يؤقل لإنسان عاقل حتى ما قريش يمشي المقبرة ديا اللي يهود ويفجروا حظيها أيوه أيوه عبث هذا أيوه عبث هذا أيوه عبث هذا كي يمشي والله في مشتري تفجروا زين واسمو يديروا بهم أخوة زين يديروا بهم البلطاجية في مصر شكلوا ما البلطاجية اللي في مصر شكلوا هما البلطاجية والشبيحة في سوريا شكلوا هنا الجهاش أخطر ما تعانيه الأمة الإسلامية مناشر ممن فرغت عقولهم بالحمولة الفكرية العقدية القرآنية أم إنسانا وبناتنا وشابهنا روحوا تشوفوا روحوا لسيد حازم وروحوا عندكم الولية شكل؟ عندكم هالولية شكل؟ الولية شكل؟ 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 شدي جعطر وسدي بندر وللحل ماتكاً كوشت؟ وسيد الشافي وسيد الوافي وسيد العافي هذا يعطي الولاد وهذا يقلع تبع وهذا يقلع تبع تبع وهذا يقلع تبع 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 وهذا يقلع المتبوعة وهذا يقلع وهذا يعطي لولا لحل عبدو قراجي تعالولا هذا الشعب هذا غادي بها الطريقة باش غادي يتغير اه تاحو يا العلمانيين ادروا اللي تبغيوا خمسانت على الغشد يا العلمانيين يحضون بالدعم الخارجي ويحضون بطريقة عصرية في كيفية التعامل مع الشعبين هذا حاله واسمه يدير يديروا اللي يبغى يضربوه في دينهم ثوابتهم وتصيبهم كأن الامر لا يعنيهم يجيب له فارق بتاع الكورة يلعب برسلونة مهر الحد مع الريال المغرب وتتوقف الحركة فيه نساء ورجال حتى الشبانية ما تصليش انا راه ابغى تشوف ميسي ميسي را ما يكش من عيسي الشبان عمر اللقاوي وديري لها فيزحبه البول ويضطر ليقضي حاجته فلا يلبي حاجته وخافة ان تفوته لقطة كروية واحد مات في بركان باش كان يتفرج الكورة واذا كل لعب دياله المفضل كي وصل يعني وصل يعني وصل مع الفردة بالحارس اقذفها فوق المرمع وفي المtatين احصل مع الكورة الكورة طلعت وحصل مع وجاء ثم يبدو مين شهدوا الكورة ولا عندنا شهد الكورة ولا عندنا شهد الامر� ولا عندنا شهد البقرة ولا عندنا شهد الشجرة ولا عندنا شادب زير اختلط الامر اذا هذا العقل هذا ميصلح الشباب بغايتكم تقرر تقرر وتقرأ. نمشي والاقرأ. نمشي والاقرأ. الآن اقرأ. الثانية واسمه هي. اقرأ زين? بغير اسم ربك. الاقرأ القراءة البنقطعة الصلة بالوحي. كما المفكر انت عنا مشهور فرنسا? رسلناهم فلقيتا لرسلت اليابان البعثات الطلابية الى اوروبا. فعادت البعثات الطلابية اليابانية الى اليابان محملة بالفكر فبنت حضارة يابانية استطاعت ان تلتفع فوق جراحات الحرب العالمية الثانية وتعرفنا ما فعلوا في مكازاكي وفي هيروشيما من اسقاطق بلد الرية ومع ذلك قاموا من الرماد. واذا بها الحضارة رقم اثنين في العالم. واحنايا على اهد الحسن الاول ارسلنا بعثة طلابية ودهم داد دوما لي. فاحسن كمشة المياجة كنعمة طاحسين بس مقنون. اذا اردتم ان تتقدموا فعليكم ان تتبعوا النصارى والفرنسيين والغرب في حضارة في حلوها ومرها عجرها وبجرها. اكلم. ارواض مهضة الفكرية في العالم العربي. سلام موسى طهر حسين. ركو تعرفهم انتم معا. وفي المغرب ركو تعرفهم. قادوا انارة عقول المغاربة. والعرب في فترة ماتت فيها مهضة الاسلامية. حينما رقد العقل الاسلامي. الله. اذا هذا هو اسبوع تسموها العقلية. عقلية علمانية. هي التي تسيل دفة البلاد. ثالثا. نكمل اقرأ الآن باسم ربك. هالعقلية الثالثة. لا اقرأ زيت باسم ربك. هذه صحيحة ولا مش صحيحة. هذا المطلوب. ان تربط كل الدراسات بالايمان. الفيزياء. يعلمك سنن التغيير في الكون. سنن فيزيائية. سنن كيميائية. سنن اجتماعية. سنن نفسية. القرآن مليء. فالاعتماد على هذه السنن التي وضعها الله في الارض ولن تجد لسنة له تبديلة. اولى المسلم يعرفها ويفقهها. لانه مطالب بالتغيير. واي انسان خالف سنن الله في الكون استضب بها. ولن يقوم التغيير به ابدا. ابدا. يا اله يا اله يا الله. وهذا ليقرأ باسم ربك. واسمه هو الظابط انتحى باش تخرج منه هذك الانسان الشاب اللي غدي يحمل الهوية ويدفع عليها. شكون هو؟ من نهاية. شكون هو؟ خرجوا اللي ما يكون شو الحالة. قرأ باسم ربه لكن جاءه الفساد زيه ليس من القراءة. ولكن من من كيفية القراءة. لم ينضبط بضوابط القراءة. فخرجت علينا جماعات المسلمين. شكوا الجماعة اللي ولا شكوا؟ الخوارج. الذين يفجرون عنفسهم في الأسواق. خرجوا على الأمة لسوء الفهم. فحملوا آيات نزلت في الكفار فحملوا معانيها على المسلمين. خارجوا العصر. لو لم توجد القاعدة لعوجدتها إسرائيل لكي تكون مبررا لشل الحرب ضد الإسلام في العالم. احداث سبتمبر. كانت لهذه الغاية والغرض. حرب العالمية الثالثة اللي قال في أبوش. حرب الصريبية الثالثة. لابد من هذا الله خوارج. وإن الحكم إلا لله فكفروا عليا. وكفروا معاويا. وخرجوا عن المسلمين بالسلوف. وهذا عندهم ان شاء الله تعالى عندهم مميزات. ونكمل للرابع ان شاء الله الثاني. اقرأ باسم ربك. والقراءة. ضيعته. شكون هما? زوج. شكون هم؟ شكون هم؟ الشطحاتية الصوفية والرافضية الشيهية. انا احذر الشباب. انا احذر شباب الصهرة. وشباب الاصلاح. ان اصدر ما يواجه الاصلاح في بلادنا شكول. اما عقلية شبحاتية الله 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 وهذا كتسد الحكومة النظام الرسمي في المغرب يريد لهذا النوع من الدين بدا للدين الوسطي الشامل المتوازن، الفائل في الأرض روح للزاوي وقبل التصويت واسلم على الرجل انتال الشيخ وقتلك معاه find out Sheik, and is with you يا رب يا رب وألנו تعيش العجل ويقع في الموالد شتم ولم اشتم هذا هو دين ну لألمان لا على الناس فيприما بقودون أولد أنت الصغير يقول لك أقنع شيخي عاد ومتقنع يا الله والخور يسكنهما الروافض عليهم لعنة الله الذين فضحهم الله تعالى في سوريا والعراق يقتلون المسلمين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ويقولون بكفر وارتداد جميع الصحابة رضي الله عنهم والكلام على هذا يطول فقد تحدثت في محاضرات طويلة حول مبادئ الشيعة الروافض وهي موجودة عبر الأندرليد ليعرفها الشباب لتحليل الشباب مما غبت السقوط تحت تأثير هذا الفكر المنحط وما داخله مرة دايما يقولون حذر الشأن مدخل الأول اللي يعتمده جهل المسلمين بدينهم المدخل الثاني واسمه هو الاعتماد على محبة زيد أهل البيت كذبا وزورا ثالثا زيد ثالثا زيد زيد ثالثا واسمه هي الفلوس والرابع واسمه زواج المتعة وسائلهم أربعة وسائلهم أربعة كما رأيتها في أوروبا وأمريكا للتأثير على شبابنا السني وسأل أولى جهل المسلمين بالدين وهذا مسؤولية العلماء مثال الثانية مثال ادعاءهم محبة أهل البيت وأن الصحابة ظلموا على البيت والثالثة اعطاؤهم المال عند الحاجة فيؤونهم والرابعة يحللون لهم الزنا بما يسمى زواج المتعة زواجتك نفسي قبل مش حال زو السوايا بشحال ضربع ينظر هالشي بخل حتى الجارعة شوفوا الاستهزاد الدين شوفوا هذا الخطأ أقسم بالله سمع الشذب سمع أقسم بالله حيثما ظهر الروافض ظهرت الفتن فهم طبيعة تخريب في الأمة باقي نشكر العقلية الخاصة الوسطية بتاع الشباب إذن هذه الكلمة الأولى إن شاء الله تحدثنا فيها أولا عن شكور عن اللولة واسموه مقومات الهوية اللي هي أربعة وتكلمنا مباد على قضية الدين فطرة فينا فطرة الله وتكلمنا إن شاء الله تعالى أن هذا الدين هو إما مرجعية للفرض أو المؤسسة أو المجتمع أو الدولة أو البشرية ثم تحدثنا بعد ذلك كيفية صياغة الهوية الفكرية الثقافية العقدية عند المسلمين أخرجنا منها هويات فكرية داخل المسلمين تؤدي إلى زعزعات الصف وسنتوجه في اللقاء القادم والمحاضر لحديث عن الفكر الوسطي وكذلك جعلناكم أمة وسطة نريدها لشباغنا وشاباتنا بثهم عميق عميق للدين حتى لا يستدرجوا ولا يجوروا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر